بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين بعد ساعات قليلة تبتدي سنة جديدة وبالنسبة لنا فرحتنا بالسنة الإبطية أكبر فرحة لأن هي دي السنة اللي بتنتمي لنا وإحنا بننتمي لها سنة الشهدة سهنت الكنيسة الإبطية اللي إحنا كلنا اتولدنا من رحيمها مع بداية كل سنة ربنا بيدينا فرصة إن إحنا نراجع نفسنا وإن إحنا نبتدي بداية جديدة هو ده ترتيب ربنا لينا ربنا عارف ضعف طبيعتنا وعارف إن إحنا قابلين للسقوط وعشان كده ربنا يقول أنا مع كل سنة جديدة أبتدي معاكم بداية جديدة قعدت أفكر إيه هو الموضوع اللي شغلنا كلنا واللي بيشغل العالم كله في هذه الأيام ولقيت أكبر موضوع الناس بتتكلم عنه من وقت طويل هو المجيء التاني موضوع بيشغل الناس كلها ودي حقيقة كلنا بنعرف إن اقترب موعد مجيء ربنا وإن ربنا حييجي ودي حقيقة ما حدش يقدر إن ينكرها لكن زي ما إحنا ما بنعرف الحقيقة دية الشيطان كمان عارفها الشيطان عارف إن ربنا قرب ييجي وعارف إن ربنا لما حييجي حتنتهي مملكته وعارف إن بمجي مملكة ربنا حيواجه حرب أو حيواجه مقاومة وحتكون النهاية وعشان كده الشيطان من دلوقتي لمعرفته بنهاية الأيام بيعمل الحرب ولكن مش حرب زي اللي كانت زمان زمان كان بيحارب بالأفكار ويحارب بالحيلة لكن دلوقتي بقت نوعية الحرب يقولوا عليها حرب المواجهة الشيطان بقى يتعامل بنوع بدون خشة بدون حياء مفضوح حتى الناس اللي بيغنوا أغاني عالمية بقت أغانيهم بيفتخروا بأنهم بيعيشوا في الخطية وده أمر طبيعي بقى الشيطان ما بيتكلمش مضغطي أو مداري لكن بقى مفضوح جدا وبيتكلموا إن الشيطان ده هو الحاجة الكبيرة اللي هم بيتبعوها والحاجة الموجودة في العالم حتى إن في بعض أماكن في العالم بقى فيه كنيست الشيطان وفيه ناس تابعين لي أمر عجيب الشيطان ما بقاش مستتر أو بقى مضغطي أو محتاج إن يتعامل بحيل بعدما حس إن خلاص اقتربت الأيام لكن يا حبيبي إذا ما كانتش الأيام اقتربت فوقتنا إحنا اقترب اقترب موعد إن إحنا حننطلق ونروح للسامة عشان كده معلمنا بولوس الرسول يقول لنا الرب قريب ويقول لنا بعد كده رب المجد يقول اصهره لأنكم لا تعلمون متى تكون الساعة معلمنا بولوس الرسول يقول لنا ربنا قريب وفي الناحية تانية المسيح يقول لنا ما نعرف إن ربنا قريب ينبغي أن نصهر طبعا السنة الجديدة بتبقى أمر مفرح لنا كلنا وبننظر للسنة الجديدة دي نظرة مفرحة ولكن لما نتكلم عن اقتراب مجيء ربنا يقول لنا أنا جاي سريعا وجاي خلاص على الأبواب الفكر المسيحي من أول الكنيسة ما أنشأت إن ربنا جاي لما كان يحصل اضطهاد كان المسيحي يقابل المسيحي ما كانش يقول له التحية العادية لكن يقول له الربك آتم الرب آتم وكان يرد عليه التحية يقول له نعم أمين الرب آتم نعم يكون عايز أقول هي دي التحية لأن عاشي الآباء من الأجيال الأولى المسيحية اعتقدهم ثابت إن ربنا خلاص جاي على الأبواب وما كانش في قوة تقدر تزحصحهم عن هذا الاعتقاد اعتقاد إن ربنا جاي وإن ربنا على الأبواب لكن كل الناس ما كانوش بينتظروا مجيء المسيح بمراقبة لأنه هو قال لنا أما الوقت والساعة فلا يعرفهما أحد ولا الإبن إلا الآب ده المسيح كان واضح معانا تماما يقولها تسمعوا 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 ولكن ليس المنتهى بعد لا بد أن يكون هذا ولكن ليس المنتهى بعد فمهما نقلو لكم في علامات عايز أقول إحنا منتظرينه إذا جاه ربنا بعد ثلاث سنين إحنا فرحانين بمقابلته لكن إذا جاه بعد ميت سنة أنا اللي هروح له مش هستنى لما يجيني لكن الإحساس اللي جوايا إن أنا إنسان مستعد سواء إن أنا أروح له أو هو يجيني أنا هتقابل معاه وأنا فرحان هو ده إحساس اللي ساد على الكنيسة كلها الكنيسة بمحبتها للشهادة حبت إن هي تحط تقويم خاص بيها وقالت المناسبة الكبيرة اللي سفك فيها دم أكبر عدد من الشهداء يعني عايز أقول يمكن أغلب الشهداء اللي احتفلنا بيهم النهاردة هم شهداء في حقب الدقليديانوس أكبر طاغية اتعامل مع الكنيسة كان أساسا سايس بتاع خيل وتدرّر إن هو وصل للأس بجوازة تجوزها ولكن كان إنسان بلا ثقافة بلا عقل وبلا قلب إنه كان يدخل على مدن بأكملها فيبيدها والنهاردة بتحتفل الكنيسة في قداس الصبح بتسكار تلاتين ألف شهيد سقطوا في الإسكندرية في عهد دقليديانوس كان إنسان ما عندهوش قلب وكان إنسان يتعامل بلا رحمة وكان يمشي ويصمم إن الدم لازم يوصل لرجبة الفرس في الشوارع كان إنسان وكان إنسان عنيف جدا مع الكنيسة وكنيستنا في سنة تلتمية متين تلاتة وتمانين قالت دي بداية عهد دقليديانوس يبقى هو ده بداية التاريخ القبطي أو سنة الشهداء في كنستنا القبطية لأن دي أعنف موجة موجة اضطهاد وجهتها الكنيسة القبطية على مدى العصور كلها وتحولت من اللحظة دي اشتياقات الكنيسة بدم الشهداء دي كلها من الأرض للسماء عايز أقول بتعبير دقيق إن صار قلب الكنيسة كلها ينبض ولكن القلب في السماء والكنيسة تحيا في الأرض كل الشهداء ودم الشهداء اللي صفك أصبح فوق في السماء وموجودين تحت المسبح زي ما بيقول سفر الرؤية فأصبح القلب النابط في السماء والكنيسة بتحيا على الأرض منظر جميل ومنظر عجيب كنستنا اللي موجودة هنا مجهدة قلبها فوق في السماء يمثل الكنيسة المنتصرة ومش ممكن الكنيسة المجهدة تنفصل عن الكنيسة المنتصرة احتفلت الكنيسة من أيام وأنا قريت في السنكسار بتسكار واحد كان بيشتغل في القصر الإمبراطوري ولأنه شغل في القصر الإمبراطوري كان كل واحد يجي يستشهد يسأله سؤال يقوله أنا عايزة أسألك إيه اللي بيخليك تعمل كده يقوله أنا بعمل كده علشان خاطر رجاء الحياة الأبدية تنه يسأل السؤال ده لكل واحد قبل ما يروح يستشهد وفي النهاية صار هذا الإنسان شهيدا وتعيد له الكنيسة كل واحد كان عنده اشتياء أنا إزاي أوصل للسماء وبأسرع طريق وبأجمل طريقة وبأجمل وسيلة فكان الاستشهاد هو أسرع طريق للإنسان علشان يوصل للسماء علشان كده أبقنا الشهداء احتملوا الآلام وكان الآلام بالنسبة لهم لذيذ وحلو لأنه بيصل بيهم للأبدية وللمسيح اللي حبوه ما تستغربوش إذا كان الشهداء يقولوا الكلام ده لأن استفانوس نفسه وهو لسه بيترجم يقول أنا أنظر السماء مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن يمين العظمة في الأعالي فكانوا بينتظروا رجاء المجد واللي ربنا كان بيعلنه لهم وهم لسه على الأرض ما كانش فيه شيء بيحجز عن عينيهم حاجة كانوا بيشوفوا الرؤى والإعلانات وهم لازالوا في الجسد رجاء الحياة الأبدية هو اللي خلاهم يحتملوا الألام عشان كده ما تفتكرش أبداً الشهيد ده كان إنسان صارق ولا إنسان طماع ولا إنسان سكير ولا إنسان كذاب ولا إنسان عنده عادة وحشة ولا إنسان شهواني لكن ده إنسان اتجرد من ده كله وأصبح اللي بيشغله هو الحب الإلهي الكبير اللي ملأ قلبه واشتياقاته الحلوة هي اللي خلته يبص للسما ده إنسان ما عندهش كراهية لحد اللي بيملى حياته هو الحب والحب ده سيطر عليه تماماً وعشان كده بقى عايز يوصل بسرعة للشخص اللي بيحبه الإنسان الشهيد مش إنسان محصور في الأرض يوم ما تيجي تكلمه يقولك أنا مش عارف أكل إيه النهاردة ومش عارف أعمل إيه في الأيام الجاية وأنا عايز أجيب لبس يعني فكره مش محصور في اللبس وفي الأكل لكن ده إنسان فكره واصل للسماء إنشغلاته من نوع تاني وتفكيره كله في السماء يوم ما تقعد معاه وتكلمه تلاقي يكلمك عن السماء حتى وإن كان فيه آلام على الأرض حتى إن معلمنا بولوس الرسول يقول عبارة جميلة يقول لأن خفت ديقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثق المجد أبدي تقولي الديئة الوقتية أو اللي في الأرض دي خفيفة آه ده نفس الكلام يأكده رسول تاني وهو بطرس الرسول يقول لأنه بعدما تألمتم يسيراً تقولي بتقول يسيراً والتاني يقول خفت ديقاتنا أيوة حبيبي خفت ديقاتنا والتألم اليسير بالقياس للحياة الأبدية إنت حتتقلم قد إيه مهما نعشنا حياتنا سنين لما أجملها يعقوب أبو الأباء قال عنها أنها قليلة ورادية سنين العمر قال أيام غربتي كلها فهي سنين قليلة قياساً بالحياة الأبدية مهما كان الألم يا عزيزي إلا أن مجد السماء يفوق آلام الأرض عشان كده الاستشهاد نقدر نقول عليه هو ملخص حياة هو ملخص لحياة تقدر تقول عنه أن هو ترجمة لحب كبير حب ما بين النفس البشرية وبين المسيح والحب الكبير ده بيترجم في لحظة الشهادة أم الإنسان يقدم حياته فداءاً لمن أحبه أفتكر أبونا بشوي كامل في يوم في عيد الشهيدة دميانة راح ووقف قدام مسبح الشهيدة دميانة وقال الشهيدة دميانة أحبت المسيح والمسيح أحب الشهيدة دميانة الشهيدة دميانة قدمت نفسها على مسبح الحب الإلهي والمسيح يقدم نفسه كل يوم زبيح من أجل الشهيدة دميانة ومن أجلنا هي قدمت وهو قده أنا بقدم حب وهو بيقدم حب أنا بقدم تضحية وهو قدم لي تضحية على رأي الشيخ الرحاني يقول الشهادة هي مقابلة عشق بعشق هي دي المحبة أنا بقابل اللي حبني على نفس مستوى الحب اللي قدمهولي عشان كده في سفر الرؤية يقول لنا عبارة جميلة خالص يقول رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح عشان كده كنستنا الإبطية الحلوة ربطت ما بين المسبح الأرضي والمسبح السماوي المسبح السماوي شكله زي ما يكون مدفن وبيسكن من تحته كل نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله هم أحياء ولكن دي نفوس اللي ماتوا فالمسبح الأرضي لأنه يمثل الكنيسة المجاهدة نلاقي كنيستنا بنته على شكل مدفن والمدفن ده بنصلي عليه وكانت الكنيسة الأولى كل الشهداء يتدفنوا تحت المسبح فكانت المسبح الأرضي يمثل دفن أجساد الشهداء والمدفع مدفع السماوي تحت منه نفوس الذين قتلوا قتلوا من أجل كلمة الله فمنظر جميل من يعاين المسبح السماوي ويرى الكنيسة الأرضية على نفس سورة الكنيسة اللي في السماء منظر جميل أكثر من رائع ويورينا مكانة الشهداء في الأرض ومكانة الشهداء في السماء مش قليلة وفي نفس سفر الرؤية يقول لنا وشفت فوق المسبح خروف قائم كأنه مسبوح خروف قائم كأنه مسبوح يعني إيه كأنه مسبوح؟ يعني دمه عمال يسيل لس بيصفك دمه دمه اللي بيصفك ده موجود على المسبح كل يوم كل يوم تدخل الكنيسة يقول لك ده دم المسيح ودمه اللي بيصفك أم أنا أخده ولما باخد دم المسيح يتحد بدمي ولما دم المسيح يتحد بدمي أزداد حب واشتياء ليه ومحبة المسيح تسكن في أعماقي هو ده المسبح وهو ده الخروف القائم كأنه مسبوح يعني مش الدبح في فترة وانتهى مش الدبح في فترة والدم توقف لا قائم كأنه مسبوح يا ندم بيسيل في كل يوم أنا عايز أقول أبقنا الشهداء جت لهم فرصة لاستشهاد وسفكوا دمه طب أنا إذا ما جتنيش فرصة لاستشهاد هل أنا ممكن إن أنا أصلب عينية فقوم ما نظرش نظرة وحشة هل من الممكن إن أنا أصلب أفكاري ومسمحش الفكر إن يدخل جوايا ويسكن وأنا أخد ودي معاه ومن خلاله عايش في الخطيئة هل من الممكن أصلب شهواتي أصلب الجسد زي ما بيقول بولوس الرسول مع الأهواء والشهوات هل من الممكن إن الشهيد ده مات مرة واحدة لكن أنا أموت كل دقيقة وكل لحظة إن أشوف الخطيئة ومعملهاش الشيطان يدفعني للشر وما روحش ليه هل ممكن أقول لربنا من أجلك نمات كل النهار على رأي قديس يحنى زهبي الفم يقول الشهيد يموت مرة واحدة من أجل سيده أما الراعي أو الخادم فيموت كل يوم من أجل قطيع سيده هل نقدر نعيش الموت كل يوم ولا أنت تقول لربنا ياريت يكون في عصر شهداء وأنا كنت أوريلك هعمل إيه ولكن أنا مش قادرة قوم الخطيئة مش قادرة عيش القداسة مش قادرة تحكم في رغباتي مش قادرة تحكم في شهواتي مش قادرة تحكم في الأكل والشرب وأقدم صوم مش قادرة تحكم في نفسي وأقف وقفة صلاة تكون طويلة شوية حتى لو جيت القداس أبقى واقف تعبان هل أنا عندي استعداد للشهادة وأنا مش قادرة على حاجات الصغيرة ياريت يا أحباقي نضرب نفسنا عشان إذا جت لنا فرصة الشهادة نقدر إن إحنا نعيش على نفس المستوى بتاع أبقنا الشهدة النهاردة الكنيسة بتطلب مننا إن إحنا نعيش حياة التسبيح عشان كده المزمور بتاع باكر ومزمور النهاردة يقول لنا سبحوا الرب تسبيحا جديدا لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة مزمور العشية ومزمور باكر سبحوا الرب تسبيحا جديدا يعني إيه؟ يعني المزامير نغيرها؟ تسبيحا جديدا يعني حتنزل الكنيسة مزامير جديدة؟ لا، إحنا اللي نتغيي إحنا اللي يكون لنا قلبي جديد وفكري جديد ومما الكنيسة تقول لنا سبحوا الرب تسبيحا جديدا أنا هسبح ربنا من خلال قلبي جديد ومن خلال فكري جديد مزي الأول أنا عشان كده ما بقف قدام ربنا وأقول له الديني قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله وروحا مستقيما نجدده في أحشائي واحد بيحب من مات اللي مات عشانه أما يكون في واحد مات عشاني وأنا بحبه هصلي إزاي؟ أنا عايز الإحساس ده يكون جوانا أنا وأنا واقف أصلي إحساسي إن المسيح ده مات عشاني فشوفوا الصلاة هتطلع شكلها إيه؟ أكيد صلاة قوية تصور إن واحد ماشي وكان مفروض عربية هتخبطه ولقى واحد بيرمي نفسه قدام العربية وبيدفعه البر هيبقى إيه إحساسك بالإنسان ده؟ هتقول له إيه؟ ولما هتيجي تشكره هتشكره إزاي؟ بأي طريقة؟ تقول له ده أنت أنقصت حياتي ده إحساسنا مع المسيح إحساس كل يوم إن المسيح خلصني وإن المسيح الداني حياة جديدة عشان كده أنا بسبح ربنا بطريقة جديدة طريقة المحبة الكبيرة اللي كانت موجودة عند الناس الشهداء ويقول لنا عن الاستشهاد إن ده فتح باب السماء الاستشهاد فتح باب السماء ما تستغربوش إن في وقت سطفانوس يشوف السماء مفتوح مش بس سطفانوس عدد كبير جدا من الشهداء يشوفوا السماء مفتوح أفتكر قصة الوزير اللي راح أديرت وادي النطرون وهو واقف في الدير جاه البربر هجمه فاستخب هو وابنه وفي اليوم ده مات التسعة والأربعين شهود شهيدا شيوخ شيهات والوزير مستخبي لكن في الوقت اللي الوزير مستخبي ابنه كان واقف جنبه وشايف كل اللي بيحصل فابنه عاين إن السماء مفتوحة وأكليل نزلة من السماء لكل واحد يتقدم للشهادة يحط له إكليل وإن الشخص ما ماتش بل ارتفع إلى السماء وهو مكلل ما كانش بيشوف الجسد لكن بيشوف الروح المتهللة والمكللة اللي فرحانة بعرسها وطلع عشان تدخل لفرح سيدها فلما شاف المنظر الجميل شاف إن في أكليل نزلة ولما حس إن خلاص حينتهي التسعة والأربعين اللي وقفين حيجري بسرعة وساب إيد أبوه وقال له أنا عايز أخذ إكليل واستشهد فعلا وصار من ضمن الشهداء والحد وقت قريب أما كنت في زيارة للدير كان الكلام ده في التمانينات كانوا بيحكوا إن أحيانا بين وقته والتاني بيشوفوا الشهيد الصغير بيجول في الكنيس مكان ما هو مدفون عايز أقول دي الشهادة ما تشتريتش صغير ولا كبير لكن أنت حبيبي محبتك لربنا وصلت لإيه وصلت لإيه هل أنت عندك استعداد تتخلى ربنا لما حيقابلك في السماء حيقول لك أنت قولي ماذا تركت من أجلي إذا كانت بتمنعك عن الوصول لربنا خطية معينة قل لنا من أجلك يا رب حمتنع عنه إذا كان في عادة معينة قل لها رب من أجلك أنا حبعد عنه إذا كان في أخطاء لسان قل لها ربنا بصلي وبقولك ضحى فزاً لفمي وباباً حصيناً لشفتي إذا كان رب حياتي هتكون بالخطية فاللي أنت شايفه لي مناسب أعمله إذا كان الألم لمصلحتي اسمح لي بالألم لكن ما تضيعش أبديتي إذا كان التجارب أصلح لي أعيش في التجربة لكن ما تضيعش مني الأبدية حبيبي جاهد أنك تاخد مراس السماء وجاهد أن ما تضيعش منك أبديتك صعب قوي أن الإنسان يعيش في الأرض ويحاول ينفذ الوصية ولكن لسقطاته يفقد أبديته ويقوله أنت ما لكش نصيب معاي لأ إحنا بنتعب من أجل السماء وبنجاهد من أجل الأبدية وبنحتلم من التعييرات وبنحتمل التعذيب من أجل الأبدية لكن إذا كنا حنطلع من ده كله بولا حاجة يبقى الحياة دي فقدناها إحنا مش عايشين على الأرض للجسد لكن زي ما بيقول بولوس الرسول إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لكن مش بنعيش للجسد لأن بيقول اللي يعيش للجسد هو موت وأما الروح فهي حياة ربنا يدينا إن إحنا نعيش عيد النروز في معنى الشهادة ونعيش عيد النروز في عمق مع ربنا ونحس فعلا إن هو يوم بهجة يوم فرح عايزة أقول يوم انفتاح السماء على الأرض إن قلنا في ميلاد المسيح السماء تفتحت والملايكة رتلت وقالوا المجد لله في الأعالي وإن كانت السماء تفتحت في عماد المسيح وقالت هذا هو ابني الحبيب فصدقوني يوم الشهادة هو انفتاح السماء على نفس المستوى الملايكة بترتل المجد لله في الأعالي وفي يوم الشهادة الملايكة في السماء بتبقى فرحانة تستقبل الشهداء وبييجي قدسين من السماء في موكب عظيم وياخدوا الشهداء عشان يطلعوهم من السماء لأن هم شركاءهم تحت المسبح السماوي يوم عظيم في حياتنا كلها ويوم عظيم في حياة الشهداء يوم أخذ الإكليل ربنا يدينا بركة هذا العيد العظيم في حياتنا ببركة أبقنا الشهداء الإدسين له المجد الدائم إلى الأبد أمين أبقنا الشهداء أبقنا الشهداء أبقنا الشهداء اشتركوا في القناة